انا عندي احساس قبل مبدأ الفقرة دي ان دي مصلحة للسيسي اللي هقوله دلوقتي اسمع باسم مني طول بالك في يعني هي بدأت تقريبا في اخر شهور في سنة 22 ومطلع 23 سمعنا تحذيرات كتير جدا جدا عن الركود الكبير وقالوا ساعتها ان الازمة المالية اللي حصلت في 2008 مش هتيجي جنب الركود الكبير حاجة يعني الركود الكبير ده جاي ضمار لكن في النهاية اهو كلام متوقعات لغاية ما الدنيا تقلبت العالم اتصدم باعلام بنك اسمه السيليكون فالي بتاع واري السيليكون كده يعني واري السيليكون اعلن فلاسه بعدها بدأت بدأ بنك تانية نهار نهاردة وبدأ الناس خاف على فلوسها فطلع بايدن زي ما شفتم من شوية يتكلم والعالم كله بدأ يسأل هو ده هيقصة هنا في حاجة خلنا نبدأ الحكاية من اولا البداية يا حضرات مع اهم خبر اقتصادي عالميا للمون دول وده نسروا موقع الشرق بلومبرج اكبر افلاس مصرفي من سنة 2008 اغلاق بنك سيليكون فالي يسير الزعر في الولايات المتحدة الامريكية اه ايه ده بقى بنك سيليكون فالي وما ليه طب ايه اهمية البنك ده عشان الدينة تتقل في امريكا ايه بقى وازاي وازاي اعلن افلاسه او وصل الافلاس يعني ده اللي هنشوفه في الجرافات دي ببساطة عشان ده استفهمها سقوط بنك السيليكون فالي بصة سيلي كيف سقط بنك سيليكون فالي في فخ الافلاس كيف سقط الدينة عم الجزيرة من موقع الجزيرة البنك ده تأسس سنة 83 في موظفين 8500 شخص على مسؤول عالم عنده 17 فرق بيتركز في كاليفورنيا بيحتل مرتبة 16 في اكبر البنوك حجما في امريكا يعني هو رقم 16 يعني بنك كبير اصوله تبلغ 209 مليار دولار شوف يعني ده من ضمن اكبر 16 بنك في امريكا مش بنكه ملطفة يعني ده البنك ماشي كمل بقى على الله خليك الودائع الودائع بتاعته ضعفت اكتر من 4 مرات خلال 4 سنين يعني في 2019 كانت 44 مليار ده نقل عن الجزيرة يا حضرات في 2019 بقت 189 مليار دولار فـ 2022 بقت 175 مليار دولار معظمها سندات رهن عقاري وسندات خزانة دي مهمة جدا القروض زادت من 23 مليار الى 66 مليار احد اكبر البنوك المقرضة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا يعني البنك ده بيقرض الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التراجع انخفرت الاسهم بنسبة كبيرة 66% اغلق وسلم سلم الى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع باع محفظت سندات السائلة بالكامل بخسائر بلغة مليار 800 مليون وكالة مودز للتصنيف الاعتماني خفض التصنيف شكرا للزملاء في الجزيرة بمجرد انتشر الخبر ان البنك بيواجه ازمة مالية الموديعين اللي عندهم فلوس البنك اول حاجة يعملوها زي ما انت فكرت كده يجروا يسحبوا فلوس واحد يكلم واحد يسلم واحد يوصلوا واحد لما حاجة وصلوا لتنين مليار سوري اتنين واربعين مليار الناس جرت تسحب فلوسها بسرعة اتنين واربعين مليار البنك مقدرش يسمد ولا يقدر يوافق كل الفلوس دي ما هو البنك مش سيل الفلوس دي حضرات في الخزنة جوة البنك مطلعها في صورة قروض مطلعها في صور مشاريع لكن لما الناس اتكترت عليه بقاش عنده فلوس يطلعها مقدرش يسمد زي ما نشرت منصة اسمعها جو او جو جو بتقول انهار بنك السيليكون فيالي احد اشهر البنوك في امريكا ما ادى الى موجة من الزعر وهو اكبر افلاس مصرفي امريكي منذ 2008 الانهيار جاء بعد عمليات سحب حجمها اتنين واربعين مليار دولار حيث لم يعد المصرف قادر على تلبيت العمليات الهائلة التي قام بها عملاء لاموالهم طبعا انت عندك فلوس في البنك سمعت ان البنك بينهار بتجري تاخد فلوسك انت وغيرك وغيرك البنك مش الفلوس جوه مش هيقدر اديك بعد فترة كده خلاص طعبنا خطورة البنك ده واللي ارعى بالحكومة الامريكية ان نص استثمارات البنك ده في ادوات دين حكومية زي بتقول بلومبرج واحد وخمسين في المية من اصول سيليكون فالي بانك استثمارات في ادوات دين حكومي اللي هي سندات خزانة وحكومة مية وتمانين مليار قال لك بقى بص خمستاشر اخرى خمستاشر نقدية اربعة وسبعين صافي قرود دي كل الاموال بتاعته المصدر بلومبرج بتاعتهم جانب تاني من الخطورة هو تجميد مليارات من الدولارات من فلوس شركات ناشئة وسنديق اسهم بعد انهار البنك زي بتقول التغريدة دي التغريدة من فرنس براس بالعربية تسبب افلاس بانك سيلكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي اودعتها في شركات ناشئة وسنديق اسهم خاصة ما اثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا قطاع كامل قطاع مهم جانب تالت من اثارة الكارسة بتاعت النيهار السيلكون فالي هو ان الناس نفسها قررت تعمل حاجة غريبة جدا حاجة طبيعية وده اللي قاله لي صديقي المحلق صادي انه الناس هتتجه للدهب بقوة صديقي قال لي كده النهاردة العصر لكن الغريبة ان موقع سي ان بي سي نشر ده الكلام ده فعلا الدهب اترفع مع تراجع الدولار وتصعد المخوف بعد اغلاق سيلكون فالي بانك الناس رحت للدهب لانه خلاص فالدهب هيغلى الازمة دي هتشوف معاه حاجات غريبة الفترة الجاية وصلت ان بانك اتش اس بي سي قال او يعني كتب او تعمل او قال الكلام ده انه اهو بجنيه سترليني بانك اتش يستحوز على فرع السيليكون فالي في بريطانيا تخيل الكارسة كبرت لما دخل بنك تاني على الخط واعلن افلاسه وقالك هنشوف الخطة هنرجع لموديعين فلوسهم تاني حالة افلاس العين الاغبارية في امريكا اغلاق بنك سيجنيتشر وخطة لتعويض الموديعين طب هل البانك ده كمان سيجنيتشر ده مهم وليه تم اغلاقه انه شطاء تنقلوا بين بيان الجهات التنظيمية في امريكا حوالين اغلاق البانك ده وشوف للتغريدة دي اعلنت الجهات المنظمة التنظيمية في امريكا اغلاق بنك تاني والسيجنيتشر بنك بعد اغلاقها السيليكون فالي بسبب مخاوف نظامية وللعلم سيجنيتشر بنك هو احد البنوك الرئيسية في عالم العملات الرقمية وفي 31 نسمبر كان للبانك 110 مليار دولار من الاصود و88 مليار دولار من اجمال الودائع انا طبعا ما بقولش الحاجات الصغيرة الكسر ولان الحكومة الامريكية خافت من الحبل يجرب نوك تانية طلع بايدن تعهد للامريكان ان فلوسكم بأمان وان احنا هنحاسب المسؤولين بعد افلاس مصرفين جو بايدن بيقول انا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد انفسنا في هذا الموقف مرة اخرى ويمكن للشعب الامريكي والشركات الامريكية ان يسقوا بان ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون اليها لازم يطمن الشعب الامريكي وإلا كله هيجري على البنوك ويسحب فلوسه هتبقى كارثة الفكرة ان كلام بايدن ده ما اصرش في الامريكان وحصلت حالة زعر وصلت لمواطنين متعاملين مع بنوك تانية برضو جيروا على فلوسهم زي ما حصل مع بنك اسمه فارست الناس راح يتسحب فلوسها خوفا من إفلاس البنك انا مصري انا مصري يطلع قالك كلمتين دول اطلع يا عم مصري قال ولا إفلاس ولا حاجة اهلا 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 تحدث صورته طب يا راجل مش تقول انا هقلك دي النسبة الجديدة كل سنة يعملوا حركات دي وينهبوا فلوس الناس والموضعين في بنوكهم من غير ما يسموا عليهم تحت اي مسمى ولا عزاء العملاء المغلوبة على امرهم والمضحك عليهم الموضعين اه مانا والله العظيم الدماغ دي ما تطلعش كده هوا لازم من ارد البابون يعني العالم كل والرئيس الامريكي يطلع يا راجل يطلع يقول انا هادمن بنفسي وبعدين يطلع ارد البابون يقولك القلب يتحكوا وبنوك بتنصب على عملاء بص التفكير بص العقلية الخلفية مواضيع طريقة التفكير بشكل خلفي اسفل خلفي هي دي هو حط الصورة خلاص بص انت اول ما تعرف بني ادم بيقايد ده او حطت صورة واعرف اني ده تريد تفكيره ربك خلقنا كده نعمل ايه ناس ده عضلة زي ده ادم سميس قال كده لو انت اهملت ربط دراعك جنبك كده 30-40 سنة وجيت تشغله بعدها هيشتغل مش هشتغل المخ عضلة دول ناس وقفوا بقى عضلة المخ طمنوني على مصر يا جماعة طمنوني على مصر طمنوني على رأي صباح سلمولي على المزارع والشوارع مصر اخبارها فين مصر اخبارها ايه من الازمة دي البنك المركزي صرح بانه احنا مناش دعوة اخر كلام ومش هيأثر علينا افلاس بنك سيليكون اخر كلام طب الحمد لله احنا مش نقصين يا ابن عمي اكد البنك المركزي المصري ايه اطلع سيد انه لا تدعيات سلبيع القطاع المالي المصري على خلفية افلاس مصرف سيليكون فالي الامريكي واضح المركزي المصري ان ذلك يعود الى ان المصرف المصرية لا تمتلك اي وداعة او توظيفات او معاملات مالية لدى السليكون فالي المتخصص في تنموني شركات تكنولوجيا والنشاعة تمت قول البابون ارد البابون اللي فات قوله ان فيه فلس فعلا قوله يا بنك يا مركزي يا مصري قوله ارد البابون اللي عادة من شوية اللي حط تصور السيسي ان دي مش حركة نظمة من سليكون فالي ولا حاجة بش داخل كلام يعني لما يحصل ركود عالمي السيسي مش هيجيب شماعة ثالثة جنب الحرب الروسية الاوكرونية وجنب كورونا ويقول لك والركود كنا لسه هنبدأ والله ده يشرف سبحان الله سبحان الله احنا لسه هنطلع من الكورونا لسه هنطلع من الحرب الروسية الاوكرونية لقينا الركود دخل ايه والله احنا عاديين كنا عاديين نشرب شاي راح الركود خبط الباب برجل ودخل ايه ده كده شو يا بنك